موسيقى السلام عليكم ورحمة الله في البداية أسرة حلب اليوم تنعي الزميل محمد زهر الشرقات الذي وفته المنية البارحة في غازي عنتاب بعد تعرضه لرصاصة غادرة من تنظيم الدولة منذ يومين ونتمنى لعائلته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله شهيدا جميلا عندهم ونبدأ حلقتنا مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت موضوعا لكارولين عاكوم بعنوان الناشطون سوريون المناهضون لداعش يتحولون إلى أهداف للتنظيم في جنوب تركيا وجاء فيه في حادثة باتت تتكرر بشكل لافت في الفترة الأخيرة تعرض الصحفي السوري المعارض لتنظيم داعش محمد زهر الشرقات لعملية اغتيال في مدينة غازي عنتاب التركية مما يجب طرح علامة استفهام حول الأمن في هذه المنطقة التي يتواجد فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين لا سيما المعارضون منهم لتنظيم داعش كما يجعل الناشطين الموجودين في هذه المنطقة يعيشون في قلق وخوف دائمين من إمكانية استهدافهم في أي لحظة في ظل تهديدات المستمرة التي يتعرضون لها وقد تبنى تنظيم داعش العملية بحسب وكالة أعماق الناطقة باسمه وقالت نقرا عن مصدر خاص إن مفرزة أمنية تابعة للتنظيم أطلقت النار الأحد على الشرقات الذي يقدم برامج معادية في قناة حلب اليوم وأوضح الناشط في الرقة تذبح بصمت أبو محمد الرقاوي أن شرقات كان يعمل في قناة حلب اليوم التلفزيونية المعارضة مقدما للبرامج انطلاقا من كونه رجل ديم معارض للتنظيم لافتا إلى أن شرقات كان خطيب جامع في منطقة الباب في حلب قبل أن يغادرها إلى غازي عنتاب إثر سيطرة التنظيم عليها وأضاف في الفترة الأخيرة نتعرض لتهديدات جدية ووصلتنا معلومات أن لدى داعش خلايا نائمة يراقبون الناشطين الذين يؤثرون في الرأي العام ضد التنظيم لاستهدافهم في تركيا في ظل عجزهم عن استهدافهم داخل سوريا وقال أبو محمد لدينا أزمة ثقة مع الجهاز الأمن التركي المسؤول عن هذا الموضوع نتيجة رفضه الدائم الإفساح عن أي معلومات حول التحقيقات التي تتون في الجرائم التي سبق أن استهدفت ناشطين يعملون ضد داعش وأصبحنا نشعر بشكل دائم أن حياتنا باتت بخطر كما أننا سبق أن طلبنا منهم مراقبة بعض الأشخاص ممن يحوم الشك حولهم لكننا لم نلقى تجاوبا في هذا الإطار هذا وقد وجهت رابطة الصحفيين السوريين لأعضائها بوجوب توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المقاهي والمطاعم السورية في هذه المدينة لأنها مليئة بأناس يترصدون تحركات المستهدفين ونقرأ في شبكة CNN عربية موضوعا بعنوان فيصل القاسم يحاذر من لعبة روسية سورية الأسد فضح المخطط وأغضب موسكو واستعدوا لمعركة حلب حيث يقول الإعلامي السوري فيصل القاسم إن هناك لعبة بين النظام السوري وروسيا تتمحور حول تصريحات لمسؤولين سوريين يأتي بعدها نفي موسكو لافتا إلى أن تصريح الأسد حول استعادة كامل الأراضي السورية أغضب الكريملين لأنه فضح المخطط على حد التعبيره جاء ذلك في تدوينة للقاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث قال احذروا ثم احذروا لاحظنا في الأوين الأخيرة أن النظام السوري يطلق تصريحات ثم يخرج المسؤولون الروس لينفوها هذا ليس عبثا بل لعبة مدروسة ويجب أن تصدقوا التصريحات الروسي السورية لن نفي الروسي لها وتابع قائلا قبل فترة صرح بشار الأسد بأنه عازم على استعادة كل المناطق السورية فخرج السفير الروسي في الأمم المتحدة شوركين وانتقد بشار الأسد على هذا التصريح البعض ظن أن روسيا لا تريد للنظام أن يستعد كل المناطق الخارجة عن سيطرته لكن الحقيقة أن روسيا انزعجت من تصريح الأسد لأنه فضح المخطط المتفق عليه مع الروس لاستعادة كل المناطق وأضاف اليوم تنفي روسيا تصريحات رئيس الوزراء السوري بأن قوات النظام تخطط لاستعادة حلب بالتعاون مع القوات الروسية والإيرانية لا تصدقون في الروسي بل صدق تصريح رئيس الوزراء السوري وجهزوا أنفسكم لمعركة حلب التي تخطط لها روسيا مع النظام ونقرأ في موقع تورك بريس مقالة لعبير النحاس بعنوان مأساة السوريات المهم هو الحل رأت فيه الكاتبة بأنه ما زالت الثورة في سوريا تكشف وتكشف لنا حقائق ومعادن كانت مخفية أو ظاهرة ونتجاهلها وما زالت المرأة السورية تدفع الثمان الأكبر كما كل نساء بلاد الحروب وكما الحكايات كلها شحذ الفارغون أجسنتهم للحديث في قصة الفتيات السوريات في جونير اللبنانية واللواتي أجبرتهن عصابة للعمل في البغاء تحت التعذيب والترهيب وعشنا مأساة صنفتها المنظمات بأنها عبودية كاملة كشفت هذه الثورة معادن من كنا نظنهم حتى زمان قريب إخوالنا في الدين وربما قلت في العروبة لولا أن الطلب على السوريات شمل حتى غير العرب لا أريد هنا أن أحلل الحالة التي أوصلت الفتيات إلى أيدي العصابات وكلنا يعلم حال المخيمات ورغبة كل منا فيها بالخروج منها والعيش في مكان محترم والحصول على عمل يكفيه من حاجة وما أبحث عنه دوما هو الحلول مشكلة فاقة الوصف والتوقعات إذن بطلاتها زهرات اليسمين الدمشقي وذئابها أشبه الرجال يبحثون عن المتعة من دون ثمنها من المسئولية والالتزام التي يضمنها الشرع وقد يغفلون مآربهم بإطار شرعي ويدمرون النوايا الخبيثة بينما ينشغل الرجال بالجبهات أو تبعدهم المعتقلات ولا نعمم بالطبع ولن يكون الحل بالمال طبعا فأي أموال العطايا يدوم أو دام يوما الحل دائما وأبدا يكمن في تربية الأنثى على الاعتماد على نفسها منذ الصغر ولملمت ما يمكننا لملمته من من كبر وابتلينا بالفقد والمسئوليات التي لم يعرفنها من قبل تنمية المرأة هو ما علينا التركيز عليه بدلا من حلول مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحل سوى جزء لا يذكر من المشكلة ولا ننسى أن في تنميتها أو تعليمها أو الوصول بها إلى أن تكفي نفسها بنفسها وعائلتها معها سيكون سلاحا لها حتى لو تزوجت ووجدت أن من وثقت به وأوكلت إليه أمور حياتها غير جدير بالثقة فتفارق قوية عزيزة شامخة محافظة على كرامتها ونفسها وسعادتها التي لا يضمنها إلا الكفاف والعفاف والقيام بواجباتها نحو أسرتها على أكمل وجه ونطالع في صحيفة التقويم التركية مقالة لبولينت أرناداش بعنوان من هم الخمسة الكبار في هذا العالم نستقبل في هذا الأسبوع وعلى أرض إسطنبول التاريخية أحداث سياسية ستهز أركان العالم رئيس الجمهورية التركية أردوغان يخطط ويجهز أوراقه الاستراتيجية التي سيطرحها في قمة دول الاتحاد الإسلامي في 14-15 نيسان الجاري ويتساءل الكاتب ما هي الدوافع والأهداف والخطط المرجوة من نتائج القمة الإسلامية لعل الجواب على السؤال أعلاه يكون في إطار السعي والبحث عن قيادة تركية عالمية جديدة في القرن الواحد والعشرين يأخذ زمام مبادرتها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بحيث تتجاوز سلطته القيادية إطار الدولة التركية ليشمل أدوارا استراتيجية قيادية تربط شتات العالم الإسلامي فتحفظ وحدته وتفتح له المجال واسعا في قيادة عالمية تؤدي أدوارا أممية في صراعات المنطقة والعالم وسيكون موقع تركيا في حلف النات والحلف الإسلامي مكانا لحفظ التوازنات ويأتي ذلك بعدما نفضت الدول الإسلامية غبار الكسل والذل عن أنفسها وشكلت جيشا إسلاميا رأينا مناوراته التي جرت في السعودية بتعداد 200 ألف مقاتل حملوا جميعا رسالة واضحة تم توجيهها إلى الدول الخمسة الكبار في هذا العالم كما وتأتي جهود تشكيل الجيش الإسلامي البري في إطار مواجهة تحالف الروسي الإيراني الذي يدعم الأسد ويقتل المسلمين في حلب وجبل التركمان واليمن ومناطق أخرى متفرقة من العالم الإسلامي ولحساسيات الموضوع والقضية يجب أن تقوم تركيا بدورها الاستراتيجي وهو توازن سياساتها في المنطقة في السياقين تطبيع العلاقات التركية المصرية وإعادة العلاقات التركية الإسرائيلية في إطار الجهود الهادفة لرفع الحصار عن غزة وفلسطين وختام حلقة اليوم مع موقع البوابة نيوز ومقال نهال نبيل بعنوان زاهر الشرقات السلاح إلى جوار ميكريفون الإعلامي جاء فيه تعرض الإعلامي السوري المعارض زاهر الشرقات لعملية اغتيال تبنها تنظيم داعش الإرهابي أمس بإطلاق النار على رأسه بمسدس كاتب للصوت نظرا لتقديمه برامج معادية لداعش في قناة حلب اليوم وفقا لوكالة أعماق المتحدثة باسم التنظيم الذي ألحق تلك العملية بسجل من محاولات الاختيال للإعلاميين السوريين في تركيا ومنهم إبراهيم عبدالقادر وفارس حمادي الناشطين بحركة الرقة تذبح بصمت المتهمة بكشف انتهاكات داعش ولد الشرقات في عام 1980 وينحدر من مدينة الباب بريف محافظة حلب وتعتبره المعارضة أول من قاد عمليات المعارضة الإسلامية المسلحة في المدينة من خلال المشاركة في تأسيس تنسقية الباب وضواحيها وقيادته للواء أبي بكر الصديق قبل أن يتولى قيادته صديقه ياسر أبو الشيخ ويندمش في حركة أحرار الشام كما كان قائد غرفة عمليات بلدة الراعي ورفض الهدن وقتها مع قادة داعش مما دفع التنظيم إلى تفجير مقر غرفة العمليات وللشرقات قصة شهيرة تعتبر البداية الأهم لخلافه مع تنظيم داعش الإرهابي قبل أن يسيطر التنظيم على المدينة بشكل كامل في بداية عام 2014 حيث كان خطيبا لأحد المساجد وطلب أحد أعضاء داعش من الشرقات عدم تقديم خطبة الجمعة نظرا لأنه لم يحصل على إذن بذلك وجرت مشجرة كلامية بينهما فقال لهم الشرقات أخذتم المعابر والآن تريدون أخذ المنابر سأخرج لأخطب في الشارع ومن أراد أن يتبعني فليفعل وبالفعل خرج معظم المصلين ليستمعوا إلى خطبة الشرقات ويؤدون الصلاة خلفه في الشارع وبعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة أصبح الشرقات مستهدفا فسافر إلى تركيا وعمل بقناة حلب اليوم وقدم برنامج من الخنادق من ساحة الجامع الأموي داخل مدينة حلب والذي كان يقدمه إلى جواره السلاح وبرنامج آخر باسم تنظيم الدولة بلسان القادة والذي يقدم آراء قادة الجيش السوري الحر في داعش ونشرت مواقع سورية محلية بيان المركز السوري للحريات الصحفية التابع لرابطة الصحفيين السوريين حول عملية اغتيال الشرقات الذي اعتبرها تكراراً لاستيناريو اغتيال الصحفي ناجي الجر في كانون الأول عام 2015 وأضاف أنه إذ يسجل تصاعد الانتهاكات المنهجية بحق الإعلاميين السوريين في تركيا خلال الفترة الأخيرة بصورة تهدد بتحويلها إلى ساحة ثانية لإسكاتهم وإرهابهم وتصفيتهم وبالتالي إلى إفراغ البلاد منهم لا يدعو السلطات التركية إلى الوقوف بحازم في واجه هذه الظاهرة الخطيرة التي لم يعد ممكن تجاهلها وإلى توفير الحماية على الأراضي التركية للسوريين الفرن من القتل والقمع في بلادهم وإلى ملاحقة الجناء الذين يقفون خلف الاعتداءات على الإعلاميين ومحاسبتهم وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكراً على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة